هل تعرف لماذا رفضوا الأجويد؟ لماذا؟ الأجويد؟ رامل يوسف نعم والعين عليكم؟ الله يستطيع ما شاء الله العين عليكم؟ ما منحب حد يكون إلو سلطة علينا برابا فلو كان إلو سلطة علينا في البداية بجزء ما وصلنا إلى اللعين مساء الخير متابعين شبكة منصات ومتابعين برنامج سوشو بدايتان كل عام أنتوا بألف خير وأطحى مبارك وينعاد عليكم وعلينا يا رب وعلى الجميع باليمن والبركات واليوم بأجواء العيد المميزة اخترنا حلقة لضيوف دخلوا لو بالكل بدون استئذان ووصلوا لمراحل كتير كبيرة من التطور وهالحلقة الكل عم بستناها وحلقة جدا مميزة وأجواء العيد والفرح رح تكون مختلفة تماما مع ضيوفنا لليوم فرقة الأجاويد ورح أرحب بضيف الأول من فرقة الأجاويد يوسف الفضل أهلا وسهلا فيكم كل عام وانت بألف خير وانت بألف خير يا رب الله يستطيعوا كل عام ومتابع الأجاويد بألف خير وشبكات المصات وانت بألف خير يا رب كل احترام بتقدير إلكم يعني اليوم غير شكل وخصوصا احنا بأعياد هلأ ومناسبات وكان آخر يعني مشاركة لإلكم كانت موجودة بزفاف جمولية للعهد الأمير حسين وكانت مشاركة لافتة للانتباه لكل متابعين أجاويد خبرني عنها التجربة والله كانت التجربة كتير حلوة جميلة أنه احنا ندك قدام جاءت سيدنا ولي العهد وإشي كثير جميلة كان والحمد لله رب العالمين إنه الشرف إنه احنا توانيتك بزفاف ولي العهد أكيد الحمد لله أنتو اجتهدتوا ع حالكم يوسف كتير وأنا بعرفكم من زمان وعلاقتنا الحمد لله صداقة وأخوية وعائلية وهذا الشي أنا بتشرف فيه من خلال شباب قدروا يوصلوا لمراحل ما حدا وصلها بهالوقت الأصير كيف اجتهدتوا ع حالكم لتوصلوا لهاي المرحلة اللي عم بنشوفها هلأ لفرقة الأجويد إحنا بداية بلشنا كنا إحنا طبعا إنه قروب واحد صحبة وعننا موهبة كنا بنشارك الناس التراث الفلسطيني ضفنا عليه شغلات مثل العصاي مثل الحركات الجديدة وكل الناس إنه حب هذا الشغل فهي الإشي اللي ميزتنا عن جميع الفرق أو عن دبكة الفكر الشعلي إنه إحنا ضفنا هذا الإشي الجديد وحبب الناس فينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وإنتوا دخلتوا قلوب الكل والله بدون السيدان يوسف وفرقة الأجويد بشكل عام بالنسبة للعصاي ولا بتحكي عن اللوغو هلأ لوغو فرقة الأجويد حدا بيعرف أنه أنت لا طبعا هي تسا وتسعين بالمئة أنا من الفيديوهات والصور مصبوط أجت حركة مميزة وحطناها لوغو الأجويد وهو اللي ميز اللوغو أكيد يعني هذا اللوغو كتير مميز لفرقة الأجويد وإنت ما شاء الله يعني مكتسح حركات بالعصاي أيوه يعني أطفال عم بقلدوك كبار عم بقلدوك أكيد في تدريبات أنت يعني كنت مجتهد على حالك فيها وأنا بعرف أنه من صغرك كان أخوك رفعت اللي هو هلأ له فرقة بالإمارات مزبوط هو اللي دربك صح دربك بالعصاي بالعصاي؟ بالعصاي دربني بالعصاي صاحب الضرب صحيح أصرنيك الحمد لله من أي عمر يوسف؟ أنا بدبك ومن عمر ست سنين أول حفظة خطة حفظة شعبية كان عمر ست سنين ست سنين كنا ندف المفترات في القديم أوكي ما كان في تطوير لسه؟ ما كان في تطوير طورنا هذا الشيء تطوره من 2010 وورا أنا صديقي شريكي باما بطار أكيد هلأ رح هيكون معنا برضو باللقاء رامي يعني أنتوا دائما متؤلقين بشدة ما شاء الله طبعا بدي أبرك لكم على درع اليوتيوب اللي حصلتوا عليه مؤخرا وهذا دليل دليل على محبة الناس للكم ومتابعتكم عندكم محتوى عندكم شيء قدرتوا تطوره عليه من الدورات الفلسطيني وخصوصا أنتوا طلعتوا من مكان يواجه كثير تحديات من مخيم البقعة مخيم البقعة أي مخيم البقعة مخيم هريق معروف أكثر مخيم لاجئين في العالم التبكة طبعا تعرفين دبكة الأباء والأجداد وإحنا يعني ضفنا عليه منظور جديد الدبكة جديدة طورناه إحنا يعني متماسكين في الدبكة الحمد لله يعني من زمان إحنا بنحب الطرار في الفلسطيني طبعا إحنا بدنا نحدث حدثناها فوتنا العصائي من هون حركة الدبكة جديدة من هون وتطورت والحمد لله طيب بدي أسألك عن التحديات أو أخلي السؤال لرامي أخلي السؤال لرامي أخلي السؤال لرامي أوكي عن التحديات اللي واجهتها طبعا لما بلشتوا رح أسألك سؤال ثاني هلا بخصوص التدريبات اللي أخدتوها والتطوير اللي طورتوا عليه أكيد أخد وقت معاكم واجتهدتوا لتوصلوا لهاي المرحلة اللي حاليا أنتوا فيها في سؤال كل العالم تسألكم إياه أنتوا في الأردن نحن أيوا في الأردن أنا معرف أنكم في الأردن الناس تسأل أنتوا في الأردن ليه الاستهجان من الناس أنه في عندنا حدا كتير متطور بأداء محترف جدا ومحافظ على التراث ومطور عليه ليه أنه دائما بتوجه لكم هذا السؤال أنه إحنا وين أيوا أنتوا وين يستغربوا أنه إنتوا موجودين في الأردن نعم نحن نشهرنا عن طريق السوشال ميديا نحن لم ننزل على منصة تيك توك أو على الفيسبوك كنا ننزل للناس بتحبير شتات تتعرف أن هاي الفرقة من طريق التيك توك كانت أعلى مشاهدات كانت تيك توك بعدها تطورت صارت يوتيوب صارتوا فيس وهذه السراء بعرف أن الأغلب كل يعرفوا أننا من الأردن ما ظنيت أنه حتى اللي برا الأردن بيعرفوا أنه هذا الشيء اللي أنا مبسوطة أني أسمعه كمان لأنه كثير شفت عندكم كومنتات من وين أنتم كثير شفت هذا الكومنت خصوصا على التيك توك ومن أول ما عرفتكم حتى أنا سألت نفس السؤال يعني حتى أنا سألت ساعد نفس السؤال أنتم موجودين بالأردن فلما قالي في الأردن فعجأني فعجأني وبلشت قصة صدقتنا مع بعض هم مستغربين ليش؟ لأنه شافوا دبكة جديدة هذا اللي بدي أوصله التراث الفلسطيني ما عرف شوه إن كان تراث لبناني ما عرف شوه فعجأني يتفرج على فردكة جويل عندما أول مرة أرى هم مميزة جميلة مع الموسيقى ومع الدكاة نحن أقول أين؟ أين موجودين؟ بعد أن نحن بشرتنا نصمت أحلى أحلى شيء تسمعه نحن متواجدين في الأردن حلو كثير طيب اللبس اللبس لماذا اخترت اللبس العسكري؟ اللبس العسكري نجلنا أنا وشريكي لأنه يحمل إمطار يعني عسكري خلاص فيه إمطار حركة موحدة وإتزام وفيها الهيبة وحركة واحدة فعشان هيك إحنا ميزنا حالنا في اللبس العسكري ما في فرقة يطلع في اللبس العسكري حلو فرقة تدويد من الأردن حلو طيب بعدها عم طورتوا لبسكم وكل مرة عم بتطوروا أيوه لوين وصلتوا هلأ باللبس كنت متوقعة يجو فيه أحسنا نطورنا احنا غيرنا طبعا بالحفلات الشعبية بنطلع في العسكري وفي الفنادق أو في الصلاة أو في الحفلات المظلوبة غيرنا كثير نطلع فيها اللبس الرسمي جماش كان شماغ الأردني حلو فحبنا نغير وإن شاء الله في تطورات أحسن يا رب بالنسبة للتطورات هلأ شو عندكم مشاركات على مستوى الأردن هاي خليها على رامي برد أخليها على رامي يا رامي راح تتحمل مننا أسئلة كثير طيب يوسف أنت أقصر حدا بالفرقة ايوه أنا أقصى واحد بالفرقة بس مش كثير يعني لا مش كثير أسئلة هم أتوال المشكلة فيهم مفيك لأنه بشوف ما شاء الله لأنه أنت بتحكي لي أنت من ست سنين تدرب على الدبكة محترف متمكن متقن عارف شو عم تعمل بسلاسة فهاي طبعا كلها بدأ حركة بالعضلات وبالرجال وهي لياقة صحيح بالضبط باللياقة فأنت قريدي عندك ما شاء الله تتشفود اللياقة وكل الفريق طبعا بالضبط صحيح لأنه أنت مميز كثير وعندك يوسف هالة شو سر الهالة انت تحديدا الهالة المميزة فيها هي اللياقة وعندي كمان الارتجاب في البكة يعني أنا لما أجل بدي أبك الشغلة أنا نفسي ندعي شغلة بلنك لحالك بس الله أمني أنا ماشي مع لقاء وماشي مع الموسيقى وعلى الحس وعلى الحدث أنا لحالة بتطلع الحركة فهذا اليوشي يميزني الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين واللي بميز فرقة الأجويد واللي لاحظت عليه أكثر من مرة كلكم بتحبوا بعض بطريقة ليس معقولة هاي الروح الحلوة اللي عندكم اللي دايما بترشحوا بعض للأفضل دايما تستشيروا بعض لمستقبل الفرقة تكون بشكل أفضل وخصوصا بعد سفراتك آخر شي على تركيا وعلى السعودية شو ورعهم؟ بالنسبة للشباب ومحبتنا على بعض هي هسا أسس كل شيء يبني على أسس هسا الأسس هو معروف راما بطارق ويصف الفضل هسا ما يكون فريقنا بتطلع على الأسس الاثنين يشوفوهم يعني كيف تحكي لك إياها إنه مع بعض على الحلوة على المرة وهذا الي بميزكم ماشاء الله فغصبت عنا بدنا نحب بعض لما يشوفو راما يوسف والله أخوان على الحلوة على المرة أكيد الفرقة كلها بتتكون معنا ماشية صحيح فللأمانة احنا كنا بنحب بعض وأنا بحبت شريك كفير الحمد لله الله يا ربي ديم هالمحبة دايما بناتكم وحتى في مواهب متعددة بالفرقة شي حلاء وشي مضرب وشي هسا هي المواهبة الدبكة معروفة كل واحد إله مهنة الخاصة الدارس واللي عنده حلاء والمتجار فكلنا عمنا مواهب بس بنحب الدبكة حلو مترابطين ان شاء الله متواصلين لأبد ما أضعنا السؤال حلو تبدأ أصعلك سؤال هيك لا يوسف إذا بدك تلاقي أو تلتقي بحدا من مشاهير السوشال ميديا مين بيكون لا 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 طب اوكي يوسف رامي رامي يشتيك رحب الله بقدر شيء داني ان شاء الله هم هم تهين السوشال ميديا هم يبقوا فيه ان شاء الله هذا الجواب رائع جدا يوسف بكل صراحة و بكل امانة وممكن هذا السؤال انا ما نقشت انا وياك فيه لكن صار بمرة من المرات تواصلت مع حدا من الدبكة بلبنان وعمل حاله ما بيعرفك بدون ذكر اسما ليه عمل حاله ما بيعرفك انا يوسف فقط وصلت مع واحد تبديك من لبنان ومارضي لا مش مارضي قال ما بيعرفك او مشبه عليك او شيء لانك انت اخد شهره اكتر منه اه ممكن بس انا الامانة ما بعرف حدا ما عمرت وصلت مع حدا دبديك في لبنان او برده لالامانة بس ممكن حدا من اعضاء الفرقة تواصلها بس ممكن يصلا انه هاي المعلومة وصلتني انه اه انه يعني قدرتوا تجتازوا فرق باسماء كثير كبيرة لدرجة انه في غيرة منكم ممكن على شان نجاح نجاحكم اكيد وهذا نجاح المفروض يكون ايجابي مش سلبي للاخرين بس انا ان شاء الله رحض بك الدبكة لبنانية والسورية في كل دبكات العرب الوطر العربي بس في احنا التجويد في طريقتنا الخاص حلو احنا مرجونا في الدبكة بس حلو كثير حلو يعني اجوبتك اليوم ما شاء الله رائعة وهذا اللي احنا منطمحه بصراحة لانه كل مرة بتفاجئونا بالشي جديد كل مرة بتورجونا تقنية جديدة وهالشي متعودين عليه من اجويد مش غريبة علينا لانه اجويد هم الاجويد اللي احترامك وانتو اجويد كون ان شاء الله عليك وشبكت منصات كل احترام التقديري لكل يوسف ايش بدك تحكي كلمة اخيرة قبل ما انت قل لرامي لرامي كل عام انت بخير كل عام شبكت منصات بخير كل احترامك وتابعونا على اليوتيوب على الفيسبوك اعملوا لايك وشيرو ايو اسبسك رابو الحاكتين وان شاء الله البقاء عند رامي تسمعك من قلامك اكثر وحسن ان شاء الله كل عام تبقى الخير وصحة وسلامة بنكون معكم مشاهدين الكرام بفاصل وكيد راجعين نكمل مع رامي اشتركوا في القناة 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 فرقة الأجوية 1-1-2018 في أسفل البداية كل البداية صالحة بس لكل مشتهد نصيب وجهنا كثير صعبات متنشور متنشور الإمكانيات أدوات لباس جميع ما ذكر كل البداية صعبة على كل حدق غير مجال الدبكة لكل ناجحين كل البداية صعبة في البداية نحن عشر شباب أنا واخو يوسف دبكة شعبية متاحة للجميع تسمعي كثير مثلا بيحكموا ناس صحية مثلا 60% من سكان الأردن بدبكة بدبكة شعبية بدنا نختلف هنا حد الفاصل هنا صارت الأجوية هنا كبرت الأجوية الحمد الله الله يف معكم الله يف معكم الله يف معكم طبعا أغشي توفيق من رب العالمين الحمد الله رب العالمين إنها صافية موجودة الحمد لله الحمد لله كله موجود الحمد لله تعبنا تعبنا بالبداية بدأ أتكلم بجوزة بعيدة عن سؤالك في البداية لما عملنا في ربية الأجوية كان فيه تقريبا نقدر نحكي 30% من الناس كان منظرهم إنه منظور عادي كيف يصوه غيره؟ كيف يصوه؟ لا، هناك ناس مقدرة هناك ناس مقدرة هناك ناس مقدرة من هذا رسالة تراث 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 هناك ناس مقدرة هناك ناس مقدرة تقريبا أقول لك 30% حكم أنا أرى أرى صفحات أرى كما كانوا قدروا حالياً أعرفوا ما أرى حالياً حالياً أنتوا رقم صعب المنال الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل هذا موجود الحمد لله كل هذا تنظيم إدارة يعني أنا تابعتكم وبعرف الشباب وصحبة يعني الحمد لله وأخوية بفضل من رب العالمين تقريباً من سنتين وبتابع في تطور عندكم كل شوي يعني مش خلاص ما بتستلموا حركة وبتضلكوا على هذا الشيء اللي بلفت الانتباه دخلت قلوب الكل بدلني أكررها دخلت قلوب الكل وبميزكم ثماركم كمان الثمار هذا الحال من الله الجمال يعني دائما خفة الدم موجودة بالثمار الإبتسامة والروح الحلوة والحركة يعني جمعتوا عدة عوامل يعني أملتوا للأجويد هالة ما شاء الله ما شاء الله يعني أنا لابسي كله أذرا عشان ما أحسس كل يوم ما شاء الله ما شاء الله الله يحماكم طبعاً كان أكد الظروف في مخيم البقعة ظروف صعبة وقدرتوا الحمد لله بفضل أن الله تكونوا إيدوا واحدة وتوصلوا لهذه المراحل اللي أنتو وصلتوها وقبل فترة كمان من فترة كتير بسيطة حصلتوا على درع اليوتيوب وهي يعني أنتو تستحقوا أحسن من هيك كمان والله يعني مش بجامل لأنه فعلاً تستحقوا الحمد لله رب العالمين طيب رامي أنه إحنا هلأ حكينا عن التطوير كيف يجي التطوير بشي ترادي شي مش سهل أبداً مش سهل كيف صار هذه التقنيات دخلتوها على الدبكة كيف صارت كيف صارت كيف صارت كيف بلشتوا كيف فكرتوا بالنسبة للدبكة من ناحية التطوير زي ما حكتلك برجع بكر لنا مرة فعلا الدبكة شعبية بجوز حركات معروفة موحدات للناس بشكل مثلا بشكل عاد بالنسبة للجويد هنا ستصر الحمدلله ستصر الاختلاف ستصر الاختلاف كيف بدنا كيف بدنا مثلا نفرض ذاتنا هي هاي هي هاي وأطاعته شوت كثير متعب أيها وزوف كثير كثير شوت شوت متعب يعني كان كان عبارة مثلا عن من مش عارف كيف بدو وصلك إياها للقلبي احكيه مثل ما هو اه بكون عبارة مثلا هي أداء جسدي أيوا كيف بدو وصل رسالة أنا مشاهدي جدا الله بأداء جسدي كيف بدو وصل الرسالة بالأداء جسدي كيف بدو وصلتوها بالنسبة للدبكة كيف بدو كلك عن الدبكة لانه هي تقريبا هي محتوى تعالى نعم هي الدبكة فيها موسيقى فيها قاع فيها أداء فيها الميزة الأجويد فناصر صحيح 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 منسجمين ما بين ما بين الأداء ما بين الموسيقى ما بين مثلا الأجواء في مثلا الأجواء بتكون تحت الضغط من نعرف كيف يتعمل معها الله من نعرف كيف يتعمل معها حلو كثير في الناس بدبكوا الجزء مثلا لو وقفت مثلا قدامه عشرة يتطلعوا عليه ما بيقدر يكمل أيوه صحيح وفيكم كمان شغلة مميزة رامي خصوصا وانتو عم تلك يا عمي منسجمين آخر انتجاب يعني هالشي هذا اللي لحظت فيكم أدي العالم شغف شغف عند هالأجويد صحيح من ضمنها من ضيف العصايا العصايا طب علموني ها خد توعد منه على الهوى مباشر سعيدا إن شاء الله سيحكوه بالنسبة للتعليم أنا هالا بدى أسألك الأكاديمية كان في مشروع أكاديمية للأجويد شو صار في هذا المشروع قائمة تحت الترتيب تمام إلها برضو إلها يعني راح يكون إلها وقت كثير كبير من حيث تدريب تنسيق وبين شغل ثم وبين العمار ما بين جنس ما بين مدكر ومثلا يعني تحت الضغط احنا بالنسبة مثلا لأشغالنا بالنسبة للحفلات وهو طبعا بس أبشرك بشغلة انتو أدها انتو أدها رامي من المعلومات برضو اللي بعرفها وأنا مبسوطة أنه انتو رفضتو يعني هذا مكسب للأردن لأنه انعرض عليكم مبلغ ضخم جدا لتكونوا كفرقة بأمريكا ما تضلوا بالأردن ها 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 هدا هدا سر المهنة ها هدا سر المهنة رامي ده الشغل بتاعي راضي معلومة صحيح بتي عرف لي رفضوا الاجوية ليش رضوا بلا الاجوية رامي واصف يا والعين عليكم الله يسر ومشاء الله العين عليكم ما منحب حد يكون له سلطة علينا برافو فلو كان احده له سلطة علينا في البداية بجزء ما وصلنا الى اللي وصلناها طب انا شو اسأل بعد الكلام هذا ما منحب نكون حدا الوصول علينا برافو برافو يا الله شو مبساطة الحمد لله حمد لله عملنا حمد لله يعني مش بس بالدبكة شطورين وقالهم لا تعال تشوفوا باللقاء انا بحب بحكي هاي النقطة فرقة الاجوي كثير الناس مثلا بديم حاولوا بصوهرهم بيقلدوا بحب أقولهم ايو اقول انه الدبكة بجوز وحط دم بحكي لأخو يوسف رقم 8 ورقم 9 ورقم 10 في شغلات كثيرة قبل الفرقة في كثير شغلات قبل الدبكة برافو 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 أساسيات الأساسيات تأسيس بعدين ندوك بعدين ندوك صحيح انا اول شي يعني انا بعرف يوسف وسعد يعني من الشباب الفرقة من قبل وحكيتك قبل هيك كان في اتصال بيني وبينك لكن اول مرة بلتقي فيه وفرصة سعيدة لا انا كثير مبسوطة رهمي يعني انت من الشباب اللي انا كثير بفتخر فيهم صدقا وشبكة منصات تفتخر فيكم بطريقة مش معقولة وهذا فخر لنا كشبكة منصات انتم تكونوا موجودين وقدى مراته بمراحل صعبة وقدى طورته وقدى وقدى كنا على عم نحكي قبل التصوير بعد مشاركتكم بزفاف سمو ولي العهد نعم الأمير حسان غيرت اموركم لكثير اشياء احسن غششني طيقة شوي بالنسبة لفرقة الجوية بعيدا مثلا عن اشغال ربحية او غير ربحية او تغنى للوقات راح نكون تقريبا حاليا عبارة عن فرقة موفقة بالنسبة لفرقة الفرقة طبعا انا راح نتعال ان شاء الله طيق جريب جدا يعني السمنة زادت من بعد حفل ولي العهد صار الوضع يعني افضل زمنا اكياب العمي اكيد انا كثير يعني كثير صاروا تواصلوا معنا من حيث مثلا مهرجان ماذا المهرجانات التي تشاركوا فيها بأخر سوف الأردن في عندنا مهرجان سب عمان في عندنا مشاركى مسرح اباؤينا مع فرقة العشاطين ترى الغررة كثير كثير شغلاتU انتصر نرامية من من الن strat ن بعض دامني بحكرة سوف اباال يصري عندي كتاب هذا موضوع يا جماعة اختلف عن الدبكة كتاب لشوف عن الدبكة dude والمتأسسة للأجاوية طبعاً حيكون التوقيع أول كتاب لإلنا صح؟ أول نسخة لإلنا أكيد أول نسخة ستكون منصة رح نعمل كتاب رح نعمل إلو مراسم رح نعمل إلو تكريم رح نعمل إلو عرض إن شاء الله رح يكون هاي معلومة حصرية يا وانا كتب تحكي لخلصية حصرية مهم بجوزة عبار درجة ما معين فوق بس فقط يعني هاي معلومة رائعة وإن شاء الله حتى إحنا شبكة منصات ده في ظاهركم وسنتقل لكم كمانا تستاهل كتاب تستاهل في المطارق تستاهل لأنه لأنه من لا شيء شيء والله يعني شفوق يعني يعني بدي أحييك بدي أزقف لك ولا ما عارفش بدي أعمل يعني رامي أنا ندمان إنه بس كنت أتواصل معك على التليفون طبعاً إحنا كشبكة منصات داعم رئيسي إن شاء الله لإلكم وإحنا إننا الفخر بالعكس وأنا كهاجر شخصياً أي شيء أنا جاهزة فيه بإذن رب العالمي لأنه فعلاً أجويد يستحق بدون منازع نقطة وسط الجديد شكراً إليك ولشبكة منصات استضافة اليوم كثير رايعة وكثير هائلة كثير مفصوطين والله إحنا نمفصوطين بوجودكم يعني أنا عندي كثير أسئلة وكثير أسرار إذا أحبت تسالي أنا أحب أحكي بس شوي إذا لم يكن فيه سوشال ميديا أين صارت الأجويد أين صارت الأجويد بلا سوشال ميديا من حيث الأداء من حيث مثلاً نقدر نحكي عن الشغلات والدبكات الشعبية لازم يكون لها نقابة حيث لازم يكون لها نقابة لكل حدا مثلاً بيعمل أداء بعيداً عن الدبكة لكل حد مثلاً برصهم بيعمل مثلاً شغلات عرض بحلوانية بس هي أكيد طبعاً كمان وزارة الثقافي مهتمة بهذا الموضوع أكيد مهتمة بس أنا أحب أقول لهم أنهم في لازم يكون لازم يكون في ناس كشفين لازم يكون سعيلها بجزء مثلاً في ناس تتبت ما حدا بيعرف عنها جزء مثلاً في ناس تتغني ما حدا بيعرف عنها جزء مثلاً في ناس تعزف ما حدا بيعرف عنها فهذا الشيء أنا اللي شفته لأنني أنا بالمجال طبعاً اللي هذا أنا شفت مثلاً مثلاً زي فرقة الأجويد بعد قداشت أنا ممعرفه عنها بالزر 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 بزر في لازم يمكننا فيها تقريباً 3-4 سنوات لازم يحن كان عملنا فيها شغلات أفضل صحيح ما كانت الليل علينا والتنظيم نفسه والإدارة نفسه وكل شيء نفسه ولكن الحمد لله رب العالمين كل شخص يفرض نفسه بجهده، بجهده، أكيد والطاقة الإيجابية التي استمرت فيها من قبل برغم التحديات والطعوبات التي وجدتها بجهد مثلا لحد غيرنا، بجهد من بجهد ما أحد شاهده هذه اللي بحكي عنه، الأمل، الطموح، الإصرار الإصرار، برافو عليك لأننا عارفين نحن شو نسوي، عارفين نحن شو عنا، ولسه عنا، وعنا، وعنا سيكون كل شيء عنا وعنا وعنا، أول حدا بيعرف عنه منصات شبكة منصات، شبكة منصات فقط بجهد مثلا نخصص لكم خبارها، ما في عرفها سمعتوا؟ تابعوهم، تابعوهم هو البول، يعني في غير الأجويد فيها ليس تضيف كثير من السلام، هكذا، بس أنا هذه الحلقة هذه الحلقة انجز خاصة، لأفرل كثير منجز خاصة بين أقواس بين براكتز، هذه حلقة غير شكل ما حدا يقول لي ربع ساعة بالحلقة ما بينفع يكون معي الأجويد على ربع ساعة احنا منقدر وقت الترويج حتى لبرامج شبكة منصات وخاصة برنامج سوشو بس لا يعني انتم اكيد حتى عبعوه للآخر يعني طيب عشان ما اطول بالوقت وما اطول عليكم لاني بعرف في عندكم حفلة والحمد لله امسك قوم قبل الحفلة شو بتحكي فسالة للشباب فسالة للشباب لكل حدا عنده موهد لكل حدا من جوه من جوه ذاته جوه نفسه عارف انه متمكن بشغله بأي شغلة بأي موهدة بأي اداء بأي حركة بأي شيء يسعى لها يتعبلها لانه بيوم والأيام بصل لها هكذا يشباله اه بصدق ما حليستخده بأي قدرات عنده زي ما حكتلك بالبداية في تقريبا 30% كانوا مستخدفين هاي بداحكيها صح مستخدفين باللاداء مستخدفين بالاشي اللي احنا نصور فيه يعرفوش ان هاي رسالة تبا دولي 30% هلأ عم بلحقوك ويتصوروا معكم هاي شوف 30% هذولا اه 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 زي ما حكتين بالذبت هاي ا nuoھ كل عام壬 حال وانت بقى لبخير وزي برجع بكرر وبشكر شبكة منصات علي استفافه الرائعة وانت بقى لبخير والأمة الإسلامية والعربية بقى لبخير إن شاء الله لقاتنا خيرا و سعيد جدا أنا مبسوطة جدا 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 لكم على سبيل وعلى سبيل يوسف بشكركم بشكركم جميعا أنا على استضافها الله شكرا شكرا لك شكرا لك رامي شكرا لفرقة الأجويد وأكيد ليوسف لكل شباب فرقة الأجويد وسعد فهد أنا مش حافظة أسمعهم كلهم وكمان ذي أشكر لدايما جندي مجهول بكم معاكم ذي بالغانم يعني هذا الشاب كمان ما أسر بي وبحب شغله أنا معاكم وبالتصوير أكيد يعني هذا كمان بوجه له شكرا وهو صديق رائع للي ذي بكل الاحترام وبشكر شبكة منصات طبعا لأتاحتنا من خلال سوشو نستضيف أفضل وأرقى وأروع ضيوف على الإطلاق والكادر الرائع اللي دايما معانا خلف الكاميرات المخرج إسلام مشاكبه يعطيك ألف عافية طبعا السوشال ميديا رانيا كل حدا الإدارة رئيس مجلس الإدارة كل عام أنتم بألف خير شكرا شبكة منصات على كل شيء أتحتول إلينا لنكون في الصدارة دائما بتميز يعني مفروض على الجميع شكرا لكم كل عام أنتم بألف خير شكرا صح وسلامة واستنونا بحلقه جديده من برنامج سوشو شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم